سعادة المسشر سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستيرون هتحدث عن الأمن الداخلي والأمن الخارجي كيف دعمت الدولة المصرية والقيادة السياسية المؤسسة القضائية وعملت جاهدة على تذليل كافة العقبات وكان هناك اجتماع شهير في الثاني من يونيو في العام الماضي اجتماع تاريخي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الهيئات القضائية كانت هناك قرارات تاريخية تمخذت عن هذا الاجتماع ما هي هذه القرارات؟ أولاً حسناً ما قلت يا أستاذ مصطفى أن اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من يونيو الماضي كان اجتماعاً تاريخياً فعلاً هو كان اجتماع تاريخي مثل هذه الاجتماعات للمجلس الأعلى للهيئات القضائية التي يرؤسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي مؤشراً للمواطن المصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع مصالح المواطن المصري المتعددة والمتنوعة في ذهنها ها هو نراه في الشارع المصري يتابع بجهد وبإخلاص شديدين تطوير البنية التحتية وفي ذلك تحقيق لمصلحة المواطن المصري وها هو نراه يرؤس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة القضايا القبرى التي تهم الأمن أمن الدولة بأسرها خارجياً وداخلياً وهو نراه يرؤس المجلس الأعلى للشرطة يحقق أمن المواطن الداخلي فالرجل لا يدخر وسعاً لا يدخر وسعاً في تحقيق كل صور الأمن لمواطنيه ولشعبه وهذا نموذج نادر من الرجال وأقول الرجل لديه إخلاص لم أشهده في غيره أعود فأقول أن في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الثاني من يونيو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمخض هذا الاجتماع عن قرارات أو مخرجات هامة لهذا الاجتماع هل هذه القرارات هي التي أهلت لجعل الأول من أكتوبر يوماً للقضاء؟ سيدي هناك قراران أساسيان صدر من اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني من يونيو الماضي القرار الأول أن يكون الأول من أكتوبر عيداً موحداً للقضاء المصري بجميع فروعه وقد اتفق المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون هذا اليوم العيد هو يوم الأول من أكتوبر من كل عام